بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سوف ننجد تمارين أدعي متعلوماتي الصفحة 52 من كتاب الواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث ابتدائي التمرين الأول أربط رسم كل حيوان بما يناسبه من الرسوم ألف با جيم دال إذن سوف نربط يعني هذه الحيوانات بهذه الرسوم بالنسبة لواحد يعني السمك سوف نربطه بهذا الرسم الطائر سوف نربطه بهذا الرسم الضفداء سوف نربطه بهذا الرسم وهذا القط سوف نربطه بهذا الرسم أكتب في كل بطاقة اسم المجموعة الحيوانية التي ينتمي إليها إذن الأسماك الطيور البرمائيات اللا فقريات هذه الحشرة فهي ليس لها عمود فقري تنتمي إلى اللا فقريات هذا القط التدييات لأن أنت تليد وترضع أكتب رقم رسم الحيوان الدخيل أعلّل جوابي إذن رقم رسم الحيوان الدخيل وأربعة أعلّل جوابي لأنه حيوان لا فقري كل هذه الحيوانات فقرية إلا هذا الحيوان فهو لا فقري التمرين الثاني أضع علامة في الجوابي الذي يناسب كل عضو مشكل استماء دم poumon cœur عضلات مرد سنان رياتان القلب pompage ديسان دخ الدم respiration ديسان تنفس الهواء déplacement ديساني مال تحرق أو تنقل يعني أنتقلوا من مكان إلى مكان مستيقا سيقا 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 ديساني ماندر الاردية ديساني ماندر ديساني ماندر ديساني ماندر الاردية الدم الدم العضو الذي يقوم به هو القلب كهر عضلات ديسى ديساني ديساني ماندر ديساني مهواء ديساني ماندر الدم دي دون دي جيسيون دي زاليمون لستوما المعيدة التمرين الثالث ألون رسم كل نوع من الأسنان بلون خاص في الجنجمتين ألف وباء إذن هذه أبراس هذه الأنياب ألون رسم كل نوع من الأسنان ألون رسم كل نوع من الأسنان ألف يوجد بها أدراس وقواطع إنها جمجمة حيوان عاشب يوجد في الجنجمة باء ثلاثة أنواع من الأسنان هي الأدراس والقواطع والأنياب إنها جمجمة حيوانين لحيم التمرين الثالث ثلاثة أنواع من الأسنان هذا الجدول يصف عمليات الترشيح لثلاثة خلائط يعني أكمل هذه الفراغات بهذه الكلمات أو صالة ماء مالح غيان لشيء أو ماء صابل رمل أو سكر ماء محل الملانج الخلائط أو بلصابل الماء زائد رمل أو بلصابل ماء زائد ملح أو بلصابل ماء زائد سكر الفلتر الرشاح سوكي يغطني بار الباب يغطني الذي يبقى عالقا في ورق الترشيح أو بلصابل بالنسبة للماء والرمل في الرشاح يبقى الماء ويبقى عالقا في ورق الترشيح الرمل أو بلصابل يعني الماء والملح أو صالي ماء مالح بالنسبة لأه الذي يبقى عالقا في ورق الترشيح أو بلصابل بالنسبة لأه الرشاحة أو سيكري بالنسبة لأه الذي يبقى عالقا في ورق الترشيح غياء وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا